بس لها طبعا لسه ليه مباراة موجلة لسه ملعبهاش دلوقتي يعني عمليا أو على الواقع أن الزمالك هو متصدر بس انت بتقلل معنوياتكم لما بتكسب مباراة والمنافس بتكسب زهاب وقياب ومتخلل فارق 8 نوعات بتقلل معنوياتهم بيخش عندهم الشك خاصة أن هو الشك أصلا موجود عندهم في الفترة دي على المدرب وعالبادني وكيف أنت بتزود كمان الضغطات عليهم لو ما كان فريرة أو فريرة بكرة المدير الفن نادي الزمالك هيقابل النادي الأهل ازاي؟ والله فريرة عنده طريقتين لعب يعني هو أول ما جيه مسك نادي الزمالك هو الفرق ما بين فريرة وكارتيرون الأول أن فريرة دايما بيلعب بالدفاع المتقدم بيحاول أنه يقرب التلات خطوط معربين من بعض بس هو عنده طريقتين لعب ياربعة تلاتة تلاتة لكن في الفترة الأخيرة حولها ليه تلاتة اربعة تلاتة بعد غياد طريق حامل تلاتة اربعة تلاتة دي شفناها في مباراة أسوان أسوان والإسماعيلي بدأ يدخل الطريقة بدأ يدخلها فأنا شايف أنه ممكن تكون أقرب بكرة أنه يلعب بالتلاتة وراء ممكن ليه؟ طب قلنا التشكيل المتوقع والطريقة هيلعب بيها بكرة تمام في حرست المرمى محمد عواد لا خلاف عليه التلاتة اللي وراء عنده محمود الوينش ونحية اليمين محمد عبدالغاني والشمال محمد عبدالشافي لعب كده في الشوط الثاني والمباراة الداخلية في كاس مصر راح مودي محمد عبدالشافي مساك ثالث وعبدالغاني ومحمود الوينش ونحية اليمين عنده طبعا مشكلة فيها وأنا شايف أن دي النقطة لازم نستغلها بكرة طب استنى بس قبل نروح نحية اليمين هل الوضعية الوينش هيتحطه في القلب؟ ولا تحط الوينش هو على اليمين؟ ممكن عبدالغاني يبهوها في القلب؟ هو الوينش أصلا شمال طبعا عبدالشافي عدته الشمال الوينش أصلا بيلعب نحية الشمال وعبدالغاني بيلعب نحية اليمين فهي هتوب أنه الوينش هو اللي هيدخل في العمق وعبدالغاني نحية اليمين وعبدالشافي هو اللي بيروح شمال عشان على عدلته نحية اليمين عنده كذا حل عنده محمد طارق الباكرايت الصاعد اللي لعب مباراة الداخلية عنده سيد عبدالله نمار برضو ده التقلق في مباراة الداخلية في الشوت التاني عمل ماتش كويس ممكن يحط إمام عشور نحية اليمين ممكن يحط عبدالله جمعة بس أنا شايف بصراحة أن الأربع حلول وتواجد معلول أعتقد إن شاء الله أنها تكون نقطة قوتنا بكرا بإذن الله يعني بإذن الله نحية الشمال محمد عبدالشافي الباكليفت نحن أعطينا محمد عبدالشافي هنا عبدالله جمعة عبدالله جمعة محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة الاتنين الارتكاز محمد أشرف روئة وإمام عشور يبقى كده أدي ثلاثة أربعة الثلاثة اللي قدام بقى عندك هنا زيزو نحية اليمين أشرف بن شارقي وعندك أوباما فيه فكرة أنه عنده برضو حكتين عنده أوباما بيلعب مهاجم وهمي وده برضو في المبارات الإسماعيلي هو لعب بالشكل ده لعب بالتلاثة أربعة تلاثة أوباما هو اللي بيلعب مهاجم وهمي هو اللي بينزل لورا عشان يسحب مع المدافعين ودايما بن شارقي بيوم قاطع للعمق وزيزو دايما فاتح نحية اليمين لأنه مميز جدا بالعرضيات ومين اللي بيكمل في ظهرهم رؤى أوي إمام عشور تحديدا المميز بالتزديدات ديت الطريقة الأولى اللي هي الأقرب ممكن تكون بكرة يعني أوباما النهاردة هيكون هو المهاجم الصريح ند الزمالك مكان عمر السعيد فالنهاردة ده يدي أفضلية لزيزو يخش الجوة وبين شارقي بكمل وممكن عمر السعيد برضو يبدأ راس حربة ولو بدأ راس حربة ساعتها هي ايه هيودي أوباما كارتكاس تاني جنب رؤى وإمام عشور يروح بكرايت هو عنده كذا حل يعني احنا بنتكلم في حلول أو الفكر بتاع فريرة تعال نشوف طريقة اللعبة التانية يعني الطريقة الأولى بنتكلم 3-4-3 3-4-3 دي أماكن تزديدات إمام عشور هو جاب 3 أهداف السنة دي العلامة الحامرة دي أماكن تزديداته من برى المنطقة إذا لازم نخلي بالنا من تزديدات إمام عشور بيشوت من بعيد بيشوت من مسافات عنده حتة التكملة دايما من وراء عشان كده بيحول طريقة اللعب يعني هو نموذج للعب البوكس تو بوكس اللي بيكمل وبيسدد يعني أنت النهاردة لو مكان فريرة ما تستغناش عن إمام عشور وتشيره من نص ملحة تحطه بكرايت تحطه في المكان ده بعد غياء طريق حامد عشان يديك التوازل في نص الملحة والله يعني لو مكان فريرة أعتقد أنه لازم يبقى بكرايت لأنه طبعا نادي الأهل يبقى عنده عليه معلول فهتبقى تحط على الأهل لأنه عنده مشكلة بصراحة عنده إمام عشور وعنده غيابات مؤسرة عنده غيابات مؤسرة في حتة البكرايت اللي احنا لازم بكرا نستغلها طريقة اللعب التانية اللي هي 4-3-3 برضو محمد عواد اللي هيبقى اتنين بس عبدالغاني ومحمود الوينش عبدالشافي نحية الشمال ونحية اليمين هيحط زي ما قلنا محمد طارق سيد عبدالله أي ناشئ منهم وطبعا أو عبدالله جمعة برضو الثلاثة اللي ارتكاز محمد أشرف روأ تمام نحية العليمينه هيبقى إمام عشور ونحية الشمال ممكن يحط إسلام جابر ممكن يحط عبدالله جمعة ممكن يحط أوبانا لو ما بدأش مهاجم وهم يحطه هنا فعنده كذا برضو حل هنا ما فيش خلاف دايما على زيزو وبين شارئي على الأطراف وعمر السعيد قدام فده الشكل الثاني بتاعنا دي الزمالك بكرا اللي 4-3-3 سواء يعني تعالى انفرق حضاك على طرق اللعبة برضو اللي هو لاعب بها عشان يكون تأكيدا للكلام نشوف بقى في المباراة السابقة مباراة نادي الزمالك سواء في الدورة أو في الكاس يعني كانت مركز اللاعبية في المباراة إزاي سواء في الطريقة اللي بيشرحها الدكتور أحمد سابت 3-4-3 أو 4-3-3 دي طريقتين مش هيخرج برا التشكيل بتاع فريرة بكرا أو نادي الزمالك بكرا مهما اختلفت الأسماء دي احنا بنتكلم على طريقة لعبة بص قادي الخامسة وارف مباراة الإسماعيلي 3-3-4-3 بتتحول بعودة الزهرين لخمسة 4-1 قادي الخامسة 4-1 بتاعة نادي الزمالك اللي لعبوا بها قدام الإسماعيلي دي طريقة القديمة اللي كنا ملاعب في الكرة المصرية وابتدى بها موسيماني في بداية الموسي مع نادي الأهل من اللي كان مهاجم؟ أوباما مهاجم الوهمة هو اللي بينزل يسقط عشان يفتح المساحات لإيه؟ لبن شارئي كمل الصور على طول هنا برضو الخامسة 4-1 نفس الشكل بتاعة نادي الزمالك اللي لعبوا بيه مباراة الإسماعيلي تعالي أوريحة داك فكرة الخامسة 4-1 تحركات زيزو وأشرف بن شارئي بص هنا زيزو فين؟ زيزو تحركوا دايما في الهافيس بيس في المساحات بين الخطوط دايما بينزل في العمق عشان هنا مهم جدا إن لعبة الارتكاس بتاعة النادي الأهلي تخلي بالها إن في بناء الهاجمة بتاعة نادي الزمالك بيحضروا على زيزو مين اللي فتح هناك دا بن شارئي؟ بن شارئي بيعمل تمديد لعرض الملعب دايما على آخر الخط وزيزو هو اللي بيبقى داخل لإيه؟ للعمق هو اللي بيتحرك في المسافة مثلا ما بين معلوله والسلية عشان يستلم بيطلب الكورة كمل بقيت الصور هتلاقي برضو نفس الفكرة هنا برضو حزم إمام نحية اليمين هو اللي بينطلق كمل هتلصورة اللي بعدها برضو نفس الشكل بص دي زيزو هنا هنا مين زيزو نازل؟ يستلم من محمد أشرف روقة في بناء الهاجمة ومين اللي فتح في آخر الملعب؟ بن شارئي فهنا بتبين سواء بدأوا بالتلاتة أربعة ثلاثة أو الاربعة ثلاثة ثلاثة لازم نخلي بالنا من تحركات الجناحية بن شارئي دايما ليه حرية في التحركات من الخارج صح زيزو ممكن يشتغل من الخارج أو يشتغل من العمق زيزو تحديداً أنا بشوف زيزو مسته أخطر حاجة في زيزو في العرضيات أحسن واحد في مصر بيعمل عرضية يعني إحنا عندنا معلول في الأهلي زيزو هو مسته في العرضية يعني زيزو مش مهاري قوي ولكن هو مسته في العرضية دي الطريقة الثانية كابتن أسامة في الاربعة ثلاثة ثلاثة قدام المصري إحنا جبنا طريقتهم قدام الإسماعيلي جاء بين طريقتهم قدام المصري أيام طريق حامد كان موجود كان بيلعب بالأربعة 3-3 من الثلاثة اللي في النص إمام عشور وأوباما وطريق حامد ساعتها كان طريق حامد بيديهم حماية شوية في اللوم العمق فكان بيلعب بين الأربعة 3-3 واللي قدام عمر السعيد نفس الشكل برضو ده الأربعة 3-3 اللي هيقوم بدور طريق حامد بكرة روءة هو اللي هيبقى ثابت قدام الديفنس وإمام عشور هو بليل حرية إنه هو يزيد ويسدد صح؟ هنا إمام عشور بيكمل بص حقا عايز برضو نقطة مهمة قوي يعني إحنا بنتكلم دلوقتي على نقاط القوة بتاعة نادي الزمالك أخطر حاجة في نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ضربات الركنية الدربات الركنية تحديدا هم مسجلين 34 جون في الدوري منهم 8 من ضربات الركنية هات بس الصورة أهي قدامنا الصورة على الشاشة اللي هي اللي بتاعت الـ direction of أماكن العرضيات بتاعت الدربات الركنية بص دي العلامة الحمرة دي أماكن وصول الدربات الركنية بتتلعب فين؟ هتلاقي كلها تقريبا حوالين ما بين علامة منطقة الجزاء وما بين خط الـ 6 عند اللي هي علامة ضربة المرمة كده كل الأهداف هنا مين اللي بيرفعها زيزو؟ مميز هو في الكرات العرضية عرضياته في حتة الدربات الركنية بس لازم نخلي بالنا أن الشناوي لو هيطلع هو بيعملها دايماً لورا يعني الكروس من ناحية اليمين بتلاقيه إيه؟ ملفوف لورا وطلع لبره دلوقتي النهار ده برضو كرات السابتة الركنيات النهار ده يبقى التمركز من تو من وإحنا وقفين ولا زي ما بنشوف في الكرة الحزة دلوقتي المزيشن بتاعي اللي أنا وقف بشغل مساحة دلوقتي أي كان هيجي فيها أنا النهار ده برقبه اللي اتنين لازم من معزون يعني أنت النهار ده بص عرضيات زيزو بنحي تجليمين هي بتحس أن هي بتخش الجوة بعدين بتطلع لبره يعني هو اللي بيرفعها بيبقى وقف على يمينه وبيطلعها لبره فهنا الكروس بيبقى صعبة على حرس المرمى عشان كيبقى له حاجة عرضياته مميزة ليه بصعب أنه يطلع لأن الكرة بتخش الجوة وتطلع لبره فهنا لازم تمركز لازم واحد يبقى على العرضة القريبة وواحد واقف وراه وغير أن انت مرقبهم بشكل كويس يعني هي بتبقى خليط ما بين المان وما بين الزون نكمل برضو نشوف ده تحرك أشرف بنشاري اللي حالك كنت بتتكلم عليه أنه هو دايما بيعمل الأوفرلاب فتح الملعب ودايما عمل الأوفرلاب مع عبدالله جمع عبدالله جمع هو اللي بيكمل كمل الصورة اللي بعدها على طول هتلاقي إيه ده الجن اللي جابه في نادي الإسماعيلي بنشاري عبدالله جمع قطع بنشاري أعمالها لعبدالله جمع بنشاري حيروح قطع ميزة بنشاري أنه دايما بيكمل جوه منطقة الجزاء يعني بيبقى الأول فتح عرض الملعب بعدين بيكمل جوه المنطقة قبل ما تشوف الصورة اللي بعد كده دكتور سابت توقعك بكرة فريرا هيبتدي قدام النادي الأهلي ممكن يبتدي ضغط عالي ولا النهاردة يبقى عنده تحفظ ويبدأ يشتغل على المساحات اللي موجودة انطلاقات زيزو انطلاقات بنشاري ممكن انطلاقات أوباما من تحت لو فيه مساحات الشكل اللي ممكن يبتدي به قدام النادي الأهلي ازاي أعتقد فريرا مدرب دفاع شوي يعني مدرب متحفظ أعتقد أنه هو دايما بيستخدم في المتشاط الأخيرة كلها الميت بلوك اللي هو الضغط في وسط الملعب دايما وبيعتمد على السرعات والهجمات المرتدة والكرات العرضية ولكن انا شايف برضو انه هو ممكن بكرة يلعب لو بلوك كمان يعني ممكن يلعب نوعا ما دفاع منطية شوي أو في وسط الملعب عشان الغيابات اللي عنده عشان الغيابات اللي عنده بس هو تحس انه هو في المتشاط الأخيرة كلها بيلعب دفاع عالي فهو صعب انه فجأة يكون مدرب بيلعب دفاع عالي ييجي في ماتش برضو يغيره هو متعود على الضغط في وسط الملعب واللو بلوك اللي هي الميت بلوك على فكرة دي عامل لهم مشاكل كبيرة جدا اقري لها داك على حاجة تعال اقري لك أبرز مشكلة دفاع نادي الزمالك هات الكليب بتاع الدفاع المتقدم فريرا دايما بيقرب التلات خطوط فانت عشان تلعب بدفاع متقدم لازم دي كانت في مباراة امبي في كل المباراة في مباراة المصري في مساحات كبيرة بص صاحبك بص دا الدفاع المتقدم هنا مشكلة الزمالك الأساسية ان هما بيدغطوش ضغط عالي انت عشان لازم تلعب دفاع متقدم لازم تضغط ضغط عالي لازم لزي يرجون كلوب كده في ليفربول هو بيلعب ضغط عالي فهما بيستخلصوا الكرة بأكثر سرعة لكن الزمالك أصلا ما بيستخلصوا الكرة بأكثر سرعة فبيلعب بيدفاع متقدم هنا وجود مهاجم سريع زي محمد شريف وتواجد بيرسي تاو حد من الاثنين دول لازم يستغل المساحات اللي في ضهر دفاع الزمالك بس هل ممكن يبدأ بالشكل ده ويعمل دفاع المتقدم العالي كده ويبقى عنده المساحات في ضهره ممكن ولا ممكن يبقى عنده تحافظ النهاردة أتمنى طبعا دي بتدي أفضلية لو عندك النهاردة أطراف سريعة مهاجمين سرعة تديهم من الأفضلية في الاختراكات بسرعة وتقدر توصل بسرعة بس دي عملاله مشاكل مثلا هنعرف كذا حالة هتلاقي في كل الماتش كل الماتشات بلعب يعني هو قدام إستر نقامبني اللي عيبها قدام المصري قدام الإسماعيلي قدام الدخلية كمل بقيت الصور كده بتاعت الدفاع المتقدم وانت شغال هتلاقي بص المسافة ما بين الخط الدفاع وما بين الحرس المانمى 45 متر مساحة كبيرة طبعا مساحة كبيرة جدا فدي المساحات دي وبص هنا برضو مباراة المصر هنا الدخلية ده الماتش الأخير بتعكاس الهدف بتاع الدخلية جزي من خلال تمريرة هنا لازم الجناح بتاع النادي الأهل لما يكون مركز لو هم بدأوا بالدفاع العالي ده أنا إزاي ححط التمريرة في ظهر المدفعين ولازم محمد شريف يركز في الحتة دي أنا إزاي هتحرك في ظهر المدفعين اللي قدامي هم ممكن ما يبدأوش بالدفاع المتقدم ممكن يبدأوا برضو زي ما حدك قلت بالدفاع المنطقة ويبدأوا باللوب لك ده برضو من ضمن الحلول أعتقد لو هما بدأوا كده أو كده في مصلحتنا في مصلحة النادي الأهلي ليه؟ هما لو بدأوا بالدفاع العالي أنت عندك محمد شريف يقدر يستغلها عندك عليه معلول ناحية اليمين برضو لازم يستغلها سواء أي حد بدأ من الأجنحة أو بس لازم تخلي بالك في خلف البكين المساحات لكي متاعك المساحات عشان خاطر بنشارك وزيزه ما هنا دور بقى مين بورد يانج أو حمدي فاتحي اللي هو الارتكاز الدفاعي أنه هو بيغطي الهجمات المرتدة بتاعتنا بص هنا الانفراض بتاع الداخلية برضو ده كل دي مساحات وورا الدفاع المتقدم حتى لو بدأوا بالدفاع المنطقة أنت مستحوز أنت مسيطر أعتقد أن السيطرة والاستحواز دي تديك أفضلية وتديك شخصية ولازم بكرة اللعيب عايزين رفم سريع أيوة دي نقطة مهمة جدا مع الدفاعات اللي ممكن نشوفها بكرة في المباراة إذا كنتش يعمل دفاع متقدم ممكن يعمل دفاع متأخر وورا عند منطقة الجزاء بتاعته المتطلب من لعب النادي الأهلي في الوقت ده علشان أقدر أضرب التكتلات الدفاعية لازم ضغط عالي مهم جدا أننا لازم بكرة أنا شفت الضغط في المباراة الأخيرة أفضل لعبت الأهلي مع كابتن سامي بدأت تتحسن شوية بدنيا أعايز الضغط بتاع النادي الأهلي يكون أفضل الضغط العالي بتاعنا يكون سرعة استخلاصه الكورة الرتم تفرض شخصيتك في الملعب أنت الأفضل أنت الأحسن لازم تستحوز على الكورة لازم تحاول تعمل أكثر عدد من الفرص وتخلق وتروح وتضيع مش مهم بس فكرة أنت تسيطر تستحوز أكتر وتروح وتحاول تسجل طول ما أنت سواء هو فريرة يلوب لك يميد بلوك طيب النهاردة أنت بتعمل الضغط العالي والاستحواز والرتم السريع ما أنت برضو يازم تخلي بالك وراء طبعا في المساحات مين اللي يقدر يغطي المساحات الموجودة لو علم أعلول زاد فكورة النهاردة لو السلية كمل فكورة مين اللي يقدر يعمل لك الكافرينج وراء هنا تواجد يعني بتتكلم في الارتكاز الدفاعي سواء ديانجا أو حمدي فاتح لو بدأنا باثنين أو بدأنا بثلاثة أي واحد فيهم في الارتكاز الدفاعي مهم جدا أنه هو يعمل التغطية الدفاعية مع معلول لأن بوكرا زيزو حيحاول يستغل المساحة اللي في ظهر معلول وبين شرقي حيحاول يستغل المساحة اللي في ظهر الباكرايت فمهم جدا أن أنت تكون مركز في تغطية الهجمات المرتدة هنا برضو الكرات السابتة الكرات السابتة اللي على الزمالك هم عندهم مشكلة في الرغم أنهم مميزين في الضربات الركنية مشكلتهم في الضربات السابتة اللي عليهم لو لوحظت هتلاقي هدي ماتش المصري مثلا جابوا هدف فيهم من ضربة سابتة امبي سجل فيهم هدف من ضربة سابتة الاسماعيلي يعني كذا ماتش كمل بقية الصور هتلاقي برضو هدي برضو جون ده هدف المصر الزمالك اللي كمل كرة سابتة كمل هدف الصورة اللي بعدها برضو كاملولنا بعد كده نشوف برضو يعني ممكن نقاط الضعف نادي زمالك من كرة السبتة بص ده هدف أسوان من ضربة روكنية في نادي الزمالك برضو تلعبت على مرتين وبالعرض رغم زيادة العددية نادي الزمالك لكن التمركز أو المنت ومان مش صحيح بص طلع مدافع أسوان طلع بيلعب الكرة بالنادي الزمالك وبيقدر كرة جات في العرض وبعدين ايه تابعها ولكن برضو جاية من ضربة روكنية هنا برضو هدف أمبي هدف إبوكا فأنت عندهم مشكلة فيه الضربات السبتة اللي عليهم واضح أن احنا لازم نستغل بكرة ايه الضربات السبتة مهم جدا